بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا اللهم يسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي نبدأ وبالله التوفيق في شرح مادة القانون اكتجاري 222 نظم ونبدأ أولا بالتعريف بالقانون التجاري قالوا قديما أن العلم بالشيء فرع عن تصوره وسألوا مجموعة من العميان أن يصفوا لهم الفيل فكل واحد منهم بدأ يصف الفيل من الجانب الذي لمسه أو الجانب الذي عرفه منه لذلك يجب علينا بداية لكي نشرح مادة القانون التجاري أن نتعرف على مفهوم القانون التجاري فما هو مفهوم القانون التجاري؟ في الحقيقة لو نظرنا نجد أن المنظم السعودي لم يضع تعريف للقانون التجاري في نظام المحكمة التجارية وإنما الذي وضع تعريف للقانون التجاري هم فقهاء القانون التجاري فقالوا أن القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يحكم الأعمال التجارية وينظم حرفة التجارة ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم ومعنى أن القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص أي أنه ينتمي إلى عائلة القانون الخاص ومعلوم لأي دارس قانون ما الفرق ما بين عائلة القانون الخاص وعائلة القانون العام فالمعيار المتفق عليه أن القانون العام هو الذي تتدخل فيه الدولة بصفتها صاحبة السيادة أما القانون الخاص فهو فروع القانون التي لا تتدخل فيه الدولة أو تتدخل فيه الدولة ليس بصفتها صاحب السيادة وإنما بصفتها شخص عادي كأي شخص من أفراد القانون الخاص ودعونا نتحدث عن نشأة القانون التجاري لماذا نشأ القانون التجاري؟ في الحقيقة القانون التجاري والقانون المدني في حقبة قديمة من الزمن كان جزءا واحدا ثم انفصل القانون التجاري عن القانون المدني نظرا لأن القانون التجاري يقوم على عاملي السرعة والاعتمان فما المقصود بعامل السرعة وما المقصود بعامل الاعتمان؟ في الحقيقة المقصود بعامل السرعة أن المعاملات التجارية تتم بشكل سريع فالتاجر لديه رأس مال فإذا قام بتدوير رأس ماله مرة واحدة في السنة فمما لا شك فيه أنه سوف يربح ولكن ما بالكم إذا استطاع التاجر أن يدور رأس ماله مرتين أو ثلاث مرات خلال العام فإن ذلك سوف يضاعف من أرباح التاجر ولنا أن نتخيل أن المعاملات التجارية تتم بين أشخاص يعيشون في أقطار متباعدة بعضها عن البعض الآخر فيمكن لتاجر يعيش في المملكة أن يبرم صفقة مع تاجر آخر يعيش في أقصى المعمورة في الصين أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في استراليا أو في أوروبا وهذه المعاملة تتم عن طريق الفاكس أو التليفون أو الإيميل أو الإس إم إس أو بأي وسيلة من وسائل الاتصالات الحديثة لذلك كان لزاما على المنظم أن يوجد قواعد تنظيمية تتفق مع طبيعة القانون التجاري وما يقوم عليه من سرعة وأبرز مثال يتسم مع خاصية السرعة في القانون التجاري هي حرية الإثبات في المسائل التجارية أو في المعاملات التجارية فنجد في القانون المدني أن المعاملة إذا بلغت قيمتها حدا معينا لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة في حين يجوز إثبات المعاملات التجارية بكافة طرق الإثبات فيجوز إثباتها بالكتابة ويجوز إثباتها بشهادة الشهود أو بالقراء أو باليمين الحاسمة أو باليمين المرضودة أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات أما الخاصية الثانية التي يقوم عليها القانون التجاري فهي خاصية الإئتمان فما معنى الإئتمان؟ في الحقيقة أن التجار لا يحتفظون في خزانتهم بسمن الصفقة كاش وإنما يقومون بدفع مبلغ يعتبر مقدم لهذه الصفقة ثم يقوموا بدفع باقي سمن الصفقة على أقصاد فحينما يقبل منتج السلعة أن يبيعها بالأجل لتاجر الجملة فهو يمنحه إئتمانا كذلك تاجر الجملة حينما يقبل بأن يبيع لتاجر التجزئة السلعة بالأجل فهو يمنحه إئتمانا وفي كثير من الأحيان أيضا تاجر التجزئة يبيع السلعة إلى المستهلك بالقسط أو بالأجل فهو في هذه الحالة يمنحه إئتمانا وللسامع الكريم أن يتصور ما هو الوضع إذا توقف أحد المدينين بدين تجاري عن دفع دينه التجاري فإن ذلك سوف يستدبع سلسلة من التوقفات لذلك نجد المنظم التجاري قد تعامل مع المدين بدين تجاري بنوع من الشدة فنجد أنه فرض عليه نظام الإفلاس فما هو نظام الإفلاس هذا؟ الإفلاس هذا مظهر من مظرر الشدة في التعامل مع المدينين فإذا توقف مدين تاجر عن دفع ديونه التجارية الحالة فإن ذلك يستدبع شهر إفلاسه يجوز لأي دائن أن يطالب المحكمة بشهر إفلاس هذا التاجر ويترتب على ذلك غل يد المدين عن إدارة أمواله وحرمان المدين التاجر من ممارسة حقوقه السياسية إلى جانب العديد من الأصار التي يكون لها عظيم الأصار بالنسبة لحياة هذا التاجر